العرف وجميع أن بلادنا كتمر هدلأيام بظروف استثنائية والمعروف علينا كنديروا يدينا فيد بعضياتنا باش نتعاونوا وامتضامنوا هد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشي من كام غربة اللي ورتناها على أبائنا وجدودنا واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كي حدنا على التآخي والبدل والإحسان وحيث أملنا فيكم كبير سمعنا وكون معنا وخليك في الدار باب التبرعات مفتوح اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش بلادنا أمانة فرقبتنا وعندها دين كبير علينا وفي هد الوقت اللي خاصة نكون غير بحرار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله أيها الأحبة والكرام نجدد ترحب بكم إلى حلقة هذا اليوم والتي سوف نخصصها للحديث عن حكم التبرع بالأعضاء البشرية كما تعلمون فإنه في الآوينة الأخيرة احتدم النقاش والجدال حول قضية التبرع بالأعضاء البشرية هناك حالات مرضية التي يصعب علاجها إلا بزرع أعضاء هل يمكن أن نتبرع بعضو من الأعضاء وما موقف الشرع الإسلامي من هذا التبرع هل يجوز أم لا وإذا قدر الله تعالى أن إنسان توفي هل يحق للورة أن يأذن بالتبرع بأعضاء ميتهم هل هذا يتعارض مع حرمة الميت وحقوق الإنسان حتى ولو كان ميتا وهل هذا يدخل في خانة أن الجسد هو ملك لله ولا ينبغي الإنسان أن يفعل فيه ما يشاء وما حقيقة عمليات السوق السوداء التي صارت تنتشر في بعض المناطق والتي بدأت تعمل على قطع غيار للجسد تعتبره أعضاء بديلة أو قطع غيار كما يحل للبعض أن يسميه وإذا كان هذا الأمر جائزا هل له من شروط في الشريعة الإسلامية هذا ما نريد أيها الأحبة الكرام أن نناقشه معكم في حلقة هذا اليوم التبرع بالأعضاء هو في حقيقته أن الإنسان يأذن ويسمح بأن يعطي شيئا من أعضائه وطبعا لابد أن يكون بطريقة قانونية إما أن الإنسان هو بنفسه يقر ويعترف ويوافق على أنه في حالة وفاته يتبرع بأعضائه أو أنه يتبرع قيد حياته بجزء من بعض هذه الأعضاء أو ربما قد بعد وفاته تكون موافقة للأقرب الأقرب إليه الزوجة والأولاد وغير ذلك التبرع بالأعضاء أحيانا قد يكون من أجل تطوير البحوث الطبية العلمية وكثيرا ما يتم لزرعها لشخص آخر مريض أهم الأعضاء التي يتم زرعها في العملية الشائعة أولا الكلي الكلوة وكذلك القلب وأيضا الكبد والبونكرياس والرئتين والعظام ونخاع العظام والجلد والقرنيات يعني أن الإنسان ممكن أن يكون هو مجموعة أعضاء بديلة لآخر ويمكن أيضا التبرع ببعض الأعضاء والأنسجة متحددة فهذه التبرعات إما أن تكون على قيد الحياة الإنسان بقي حي وعنده شو واحد من المقرب من إليه مريض وبغير يتبرع عنده فشل كالوي مثلا ممكن أنه يتبرع بكليا احنا عدنا كليتين دالينا ربنا عز وجل قطع غيار لبييس دوغوشانج ممكن أن الإنسان فينا يعيش بكليا واحدة فقط والتانية هي غرحتيات ممكن إذا كان إنسان مهدد بالموت تتبرع له بالكليا ويمكن الإنسان يتبرع بجزء من الكبد لأن الكبد يعاود النمو من جديد ويسترد حجمه الطبيعي كي يكون الزراعة زراعة الكبد جزء منه سبحان الله ما هي إلا شهور معدودة وكي يعود يرجع كما كان هذا الكبد أما الكليا فكل واحد منا يستطيع أن يعيش بكليا واحدة وطبعا هذه العملية كتكون بطريقة تابعة لفحوص طبية شاملة لتأكد من تطابق فصيلة الدم بين الطرفين المتبرع والمتبرع له وكذلك من غير فصيلة الدم نوع الأنسجاء وغيرها من الأشياء هذه العملية هي كتبت أن تتبنى عملية إنسانية عملية التبرع بالأعضاء عمل إنساني نبيل لأنه يساهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس اللي يعانيوا من أمراض مستعصية واللي معناش لأدوية واللي تعذر على الشفاء كل واحد فينا ممكن يتصور بأنه هو معرض لهذا الأمر أي واحد فينا يقدر يكون معرض لفشل كلاوي لا قدر الله أو مرض في الكابيد فيروس الكابيدي أو غير ذلك لا قدر الله فهنا تأتي عملية تبرع بالأعضاء كتساهم في إنقاذ حياة الناس وفيها وحدة الرحمة فيها مبدأ التكافل والتضامن داخل المجتمع هذا مبدأ دير القيم الكونية الناس متفقن عليه في أوروبا في أمريكا في إفريقيا المتدينين الغير الدينيين كل الأصناف متفقين على غاده القيمة الكونية للعمل الإنساني لكن من الناحية الشرعية الفقه الإسلامي هو قانون رباني طبعا في دائرة الاجتهاد للعقل الفقهي ولكن يبقى دائما قانون رباني هل يجيز الفقه الإسلامي التبرع ما هي الأدلة والبرهين التي يمكن أن نعتمد عليها هذا الموضوع تمت مناقشته كثيرا بين العلماء الأجلاء منهم من منع والكثير منهم أجاز التبرع بالأعضاء لكن وفق ضواعبط شرعية حددها العلماء المختصون من الذين قالوا بالمنع قالوا بأن الإنسان لا يمكن أن يتبرع بشيء لا يملكه لأن الجسد هو ملك لله وكيف تتبرع بشيء أنت لا تملكه أذكر منذ سنين لتقرب 35 سنة كانت هذه القضية طرحت على المجامع الفقهية في العالم الإسلامي وعلى الأظهر الشريف وعقد مؤتمر وكان أنذاك الشيخ متولي الشعراوي رحمه الله كان أنذاك وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وشيخا للأظهر في جمهورية مصر العربية لما كانت مصر أم الدنيا وكان فيها العلماء الأجلاء يكادون يناطحون السحب وحسرتاه على مصر وعلى علمائها وعلى أظهرها الشريف اجتمع العلماء وناقشوا هذه القضية فالشيخ الشعراوي هو خد موقف قال لهم لا يجوز التبرع بالأعضاء لأن الجسم هو ملك لله ولا يمكن أن تعطي شيئا أنت لا تملكه لكن وقعت له واقعة بعد مدة وجيزة جعلته يغير هذا الموقف وهو أن بعد مقربيه كان واحد العائلة مكون من أفراد معدودين يجلخ خوت واحد كبير واحد صغير الكبير مزوجه عنده وليدات والصغير لا زال شابا يلا في 23-24 سنة والكبير عنده تقريب ما يزيد عن الأربعين ومزوجه وعنده وليدات الصغير أصيب بفشل كلوي ولما سألوا الشيخ متولي الشعراوي وكان أنداك هو رئيس الأزهر ويلقب بإمام الدعاة قال لهم لا يجوز لكن الأم كتبكي والأب يبكي فالأخ الأكبر رغم أنه متزوج وعنده وليدات حن على قلب أمه وأبيه تحركت فيه العاطفة وقال نغن نخد رئيدي الفقهاء آخرين قالوا بالجواز فمش بش تبرع الأخ ديالو بالكلية فعلا مرت الفحوصات الطبية وتبرع بالكلية ولكن كيشعر بتأني بالضمير لعلي فعلت هذا مخالفا لشرع الله وشيخون الجليل قد أخبرني بأن هذا الأمر لا يجوز المهم تمت العملية بنجاح بعد فترة الدين نقاها الحمد لله الفرضين أولو بخير وعلى خير ورزعوا الحياة ديالهم عادياً ما هي إلا بضعة شهور الأخ الأكبر كان يسير في دراجته النارية فإذا بشاحنة تصدمه فيموت يرتد قتيلاً مات ذاك المتبرع مات فلما مات لها إلا معنا تشي واحد اللي غدي صرف عليها واللي غدي يقوم بها إلا ذاك الأخ الأخ اللي تم إنقاذه ذاك الأول الصغير لذي 23 و24 سنة ذاك اللي تم إنقاذه هو اللي غدي يكتب لي الله تلا عمره جديد وصحة جديدة وغدي يقدر أنه يخذ المكان دي الخوه في البيع الشريع عنده وحد البيع الشريع وصره الذي ينفق على زوجة أخه الأرمالة وعلى أطفال أخه الأيتام وعلى أمه وأبيه المسلمين الشيخ متولي الشعراوي شفاد المشهد وذكان مقرب إليه ورأى بأن أسرار الله تعالى وقدرته غريبة جداً فجعلته أنه يغير من هذا الموقف والعلماء عموماً يعتبرون بأن إنقاذ نفس بشرية هو أمر مطلوب لأن الشريع الإسلامية إذا كانت تأمرنا بالصدق بالمال لإنقاذ فقير أو مريض أو بائس الصدق بالمال من أعظم القربات إلى الله تعالى فما بالك وما ضنك بمن يتبرع ببعض بدنه فهذا يعتبر من باب إحياء النفس ونعلم بأن الشريع الإسلامية جعلت من أهم مطالبها الحفاظ على النفس وإحياء النفس كما قال الله عز وجل من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فهذا إقرار في كتاب الله عز وجل بأن إحياء النفس البشرية واحدة كمن أحيا كل الخلق أنك تساهم في إحياء نفس بشرية واحدة يوازي إحياء كل الخلق وبالمقابل من ساهم في قتل نفس بشرية واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا فالمتبرع إنما يعطي أكثر من المال وأكثر من الوقت يعطي جزءا ليس من ماله ووقته بل جزءا من جسمه وبدنه وهذا قمة الكرم وقمة الجود وقمة الرحمة وقمة التكافل والتضامن ثم إنه من باب التضحية والإثار لأن ربنا عز وجل في كتابه العزيز أمرنا كثيرا بالتضحية والإثار كما قال سبحانه ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويوثرون على أنفسهم سوف تشوف واحد غدا يموت أو واحد كي تحدب وأنت عندك عضو زائد كليا زائدة وعندك كليتين وحدة زائدة ممكن تبرع بها وتحيي تلك النفس البشرية أو الكابد يأخذون جزءا من كابدك ويزرعونه ثم يعود من جديد إلى حالته الطبيعية فهذا من باب الإثار الكبير فالعلماء انتهوا بأن التبرع بالأعضاء في الشريعة الإسلامية أمر جائز لكن بشروط بشروط أول شرط قالوا هذا الأمر لا يتم إلا بعد الموت بعد الموت في الغالب الأعم إنسان إذا كان ربما قد تعرض إلى حادثة سير أو يتعرض إلى موت الفجأة أو غير ذلك فالذي سوف يتبرع هناك إجراءة قانونية كيمشي الإسلام المحكمة وكيكتب واحد الإقرار فلابد أن يكون هذا المتبرع كامل الأهلية يعني يعني يكون بالغ مش يكون بقي قاصر بالغ وأن يكون عاقل وأن يكون راشد لأنك قد يتم استغلال إنسان بقي صغير في السم أو إنسان ما فهمش للوضع أو إنسان مختل عقليا ويتم استغلاله ويخذ منه أعضاء ويتبرع بها وهو لا يدري فأول شرط طلب العلماء اللي غيرتبرع يكون إنسان بعقله وعنده الرشد وعنده العقل وعنده الفاهم أشياء وقع ثم العضو اللي غيرتبرع به ينبغي أن لا يكون له تأثير على الأنساب والمولوطات الشخصية والمولوطات العامة هناك أشياء ما يمكن إنسان يتبرع بها مثلا الخصية الخصية هذا ما يمكن هذاك عنده علاقة بالأنساب النسب والعرق ديالك وده اللولادك وحافادة ديالك والنسل ديالك الخصية لا لا يمكن أن نتبرع بها إنسان عنده فشل في العلاقة الجنسية وحد سيتوفة بحدد السير قالوا أجن حدد الخصيتين نركبوهم لهذا لا ما يمكنش وكذلك المبيض النساء عندهم المبيض ديالهم مروا وقع لها وفاة وقع لها كذا موت الفجأة نخذ المبيض ونركبوه المرة تانية لا العلماء قالوا هذا النوع من الأعضاء هذه عندها خصوصية كبيرة مرتبطة بالأنساب والموروطات وكذلك احتى خلايا الجهاز العصبي لأن عندها عندها واحد التأثير غريب ولا يمكن أن تبرع كذلك إنسان لك المزال حي يتبرع بالقلب دياله مثلا كي بغي تقربع بالقلب دياله واحد إنسان كي يحب واحد الفتاة وقال له سوف أتبرع لك بأجمل ما عندي بقلبي ما يمكنش المحبة تابتع ولكن سوى بيكون القلب وانتحي ما يمكن تعطيه نعم لكن إنسان توفى أوجته سكتة قلبية أو ربما سكتة دماغية أو حديثة سير أو موت البغتاء ممكن أن تبرع لي بالقلب حالة الوفاة أما وانتحي ما يمكنش كذلك الكابيد ما يمكنش إلا جزء منه الكابيد كما ذكرنا هو ممكن أنه يصعد من جديد شرط آخر وضعه العلماء أنه ينبغي أن يكون هذا النقل العضو المتبرع به لا يمتهن كرامة الإنسان لابد أن حافظه للكرامة الإنسانية يعني ممنوع منعا كليا البيع والشراء في هذا الأمر التبرع يكون بالإذن وبالخاطر وبالإنسان بدون مقابل إلا كان بمقابل غيصبح عملية بيع والشراء وهذا محرم شرعا لأنه أحيانا كتنتشر بعض الأسواق السوداء حتى وحد ما كيعرفها وكيبدون ناسا كيشريوا الأعضاء وكيقصدوا المحتاجين والفقراء إنسان عنده لك خيدي غرق عنده كريدي كيقول يشوف غد تبرع بكلوة هيا خمسين مليون فوق طابلة كيشوف تيشبه يقول وش عندنا عندك كلوتين قدراسي وكيبيع عشري كيقول نزيدك شي حاجة أخرى لغسك واحد القرونية نعطيها لك عندي جوجة العينين كنشوف غاما كيعدبني خد خد واحد العين وخليلي عين خراء دير معي واحد خمسة وعشرين مليون خراء أو تاني أخوضها وقد يبقى بيعشري للأسف هاتش يبقى وقع في دول عربية في دول إفريقية وفي أوساط فقيرة وكيعتبر بأن هذا الأمر أعضاء بديلة قطع غيار ويتتم في ظل غياب الرقابة وهاتش كله منهي عنه قانونا ومحرم شرعا فالفقهاء قال لك إلا بغن نقلون الجواز بهات الشروط الشرط أنه يكون في احترام كرامة الإنسان ولابد أن يستوي في ذلك الغني والفقير يعني الغني وخا عنده الفلوس ما يدفع فلوس والفقير وخا فقير ما يشد فلوس خاصي كل الأمر لله سبحانه وتعالى أو على الأقل للقيم الإنسانية كذلك وضع العلماء شرط آخر عند وفاة المتبرع لابد أن نأخذ فقط جزء واحد من جسمه كي اللي يقول لك فلان ربما در حدد السير الدولة موغ كي يقول أجل شرحوه هنأخذو لي الكبدأ وغنأخذو لي الكليا وغنأخذو القلب وغنأخذو القرنية وغنأخذو البنكرياس وغنأخذو النخاء الشوكي وغنأخذو طرف من العظام واش خليتي فيه ما بقى عن دواله فقالوا العلماء لا يجوز أن أن يصير جسد الآدم خاويا لابد أن يبقى كما هو ولكن لابد من تبرع أن يكون عضو واحد إلى عضوين فقط لا تالت لهما عضو إلى عضوين فقط لا تالت لهما بش يبقى إنسان لابد أن لنلأخوتي الجسم من الأعضاء دياله هذا منافي لكرامة الإنسان وربنا عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم شرط آخر وضع العلماء وذلك تحفي التساؤل أن إنسان بغي يتبرع الإنسان آخر على غير الإسلام واحد متدين مسلم وغي يتبرع الواحد ربما كان فاصيق أو كان مخمر أو كان مدنب أو غير ديالإسلام أنه يهودي أو نصراني أو لا ديني وكيوقع هذا في الغرب في البلاد الغير الإسلامية كالقود لما يطرح هذا السؤال عند أناس في أوروبا في فرنسا في بلجيكا في بريطانيا يقول لك أنا هنتبرع الواحد ولكن العضو ديالي وأنا مسلم أذكر ربي وهذا القلب غير مسلم أو العكس هو واحد الإنسان عنده ديانة أخرى مخالفة يهودي أو نصراني أو غير ديني وغير ديني وغير نأخذ منه عضو نركبه فيه الداخل واش هاد التبرع بين طرفين مباح أو غير مباح العلماء قال لك التبرع يكون للإنسان كل الإنسان يجوز التبرع إلا إنسان واحد شكونا هو الغير المسلم الغير المسالم يسموهما العلماء أيام زمان الكافر الغير المسالم الحربي يسمى الحربي لو محارب معك ذلك ما تعطيش ولكن أي إنسان عنده أي دين فهي القيمة الإنسانية المشتركة بيننا فيجوز أن نتبرع لليهودي ونتبرع للنصراني ونتبرع إلى إنسان ربما غير متديم لعله يصير متدينا لقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا العلماء عندهم وحد الفهم عميق جدا هذه الآية كنت تتكلم على الإكرام وعلى التضامن والتكافل ويطعمون الطعام على حبه يعني هو فقير ما عندوش وكيحب الطعام يالله يكفيه ولدته ومع ذلك كيزيد يعطي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا شكونا هو الأسير؟ الأسير عند نزول هذه الآية لم يكن إلا لكانهما مشاركين أو كافرين كانوا أسر الحرب فكان يتم أسرهم حتى هذا قالك أعطيهم هو أسير محارب ولكنه في ظل الأسر والقيود يجوز أن يعطى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلا في حالة واحدة هو أن إنسان محارب إنسان يحارب المسلمين فقالك هذا ما تعطيش وما تأخذ منه لأنه إنسان حتى سواء عند الحياة أو بعد الوفاة لماذا؟ لأنه لأنه مغضر الدم في الشريعة وأنه محارب للمسلمين فقضية التبرع بالأعضاء سمعنا في الدرفة الأخيرة أن هناك نقاش حولها فأحببنا أن نوضح آراء العلماء والفقهاء في هذا الأمر لكن الإنسان الذي يشغل به بلو أكثر يسأل المولى عز وجل أن يرزقه الصحة والعافية والشفاء والغنى عن الناس المؤمن العاقل الكيس الفطم عنده سلاح خطير لا يحتاج إلى كذا ولا كذا سلاح مؤمن دائما وهو الدعاء إلى ربه عز وجل يدعو الله تعالى بأن يمتعه بالشفاء الكامل ويعطيه الصحة والعافية الكاملة حتى لا يحتاج إلى أحد الله تعالى يغنيه من فضله ومن بين الأمور التي تعطيك الصحة والعافية بالبركة للمولانا عز وجل أن الإنسان يكفر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على النبي الكريم شفاء الصلاة على النبي شفاء وهناك عدد كبير من الناس عندهم صرطانات وعندهم فقر دم وعندهم سكري وعندهم ضغط دم وعندهم شقيقة وعندهم فتور وهاشجة العظام وكن هناك عندهم الاكتئاب وعندهم قلق وعندهم انفيصان في الشخصية وأمرض لا تعد تحصى سبحانك يا جليل ببركة الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الجسم يفرز مواد غريبة ويدهب إلى مكان المرض والسقم فيقوم بعلاجه ويتم الاستشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى فعلينا جميعا أن نكثر من الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين خصوصا يوم الجمعة ونحن الآن في صباح الجمعة ربنا عز وجل يرد الروح الطهرة على قلب نبيه وصفيه وخليله في قبره في القبة الخضراء يرد له الروح الطهرة فيحيى حياة برزخية ونحن على أبواب ذكرى غالية وعظيمة وهي ذكرى المولد النبوي الشريف ما بقى لها إلا أيام معدودات وهي مناسبة طيبة وذكرهم بأيام الله فكل من كان مريد وكل من كان سقيم حتى لا يحتاج لا إلى دواء ولا إلى طبيب ولا إلى راقن ولا لأي مخلوق يتوسل إلى المولى عز وجل بنبيه وصفيه مصداق لقوله ثعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الندين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم يا رب العالمين صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغدائها قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين